موسيقى اهلا بكم هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية والبداية دائما بالعناوين موسيقى الطوائف المسيحية في سوريا التي تتبع التقويم الشرقي تحتفل بعيد الفصح المجيدة موسيقى تحديا لحراب العدو عشرات الآلاف يؤدون صلاطي العشاء والتراويح في الأقصى ومناوشات واعتداءات ومحاولة منع وصول آلاف الفلسطينيين إلى كنيسة القيامة موسيقى وروسيا تدمر ورشاة في مصنع يمد الجيش الأوكراني بالمتفجرات زيلنسكي يطلب مفاوضات مباشرة مع بوتين موسيقى موسيقى أهلا بكم من جديد احتفلت الطوائف المسيحية في سوريا التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد بإيقامة الصلوات والقداديس في الكنائس وأماكن العبادة موسيقى 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 تمتزج طقوس عيد القيامة مع عيد الفطر السعيد لتشكل معا نسيجا سوريا اعتاد أن يجسد الوحدة الوطنية الاجتماعية لتكون عنوانا لمجتمع الجزيرة السورية المرتبط بأرضه وبلاده في كل الظروف والأزمن أيها المرعي لقناة سما مدينة الحسكة شهدت المناطق التي يحتلها النظام التركي في شمال سوريا مزيدا من الفوضى والانفلة الأمني والاقتتال بين مرتزقته الإرهابيين حيث قتل وأصيب عدد منهم جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بينهم في مدينة رأس العين المحتلة شمال غربي محافظة الحسكة سبقتها عمليات خطف متبادلة بين مجموعة مسلحة داخل المدينة القتال تجدد بين مجموعة ما تسمى إرهابي فرقة الحمزة وإرهابي الموالي بعد عمليات خطف متبادلة بين الطرفين حيث دارت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة قرب الشريط الحدودي حيث استهدفت بعددا من قذائف المدفعية والقذائف الصاروخية محيطة بلدة أبو راسين شمال غربي الحسكة وقالت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين أطلقوا عددا من القذائف الصاروخية والمدفعية سقطت على منازل المواطنين في قرى عدة بمحيط البلدة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات وتنتشر في أرياف الحسكة والرقة وحلب تنظيمات إرهابية تتبع لقوات الاحتلال التركي تقوم وبدعم من مدفعية الاحتلال باستهداف القرى والبلدات الأمنة في محيط مناطق انتشارها ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين ونزوح عشرات الأسر من سكان هذه القرى إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات تتواصل في صالة العامل بمدينة دير الزور وفي ريفي الرقة وحلب عملية التسوية الشاملة والتي استفاد منها آلاف المطلوبين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء حيث التحق بها في الساعات الماضية العشرات ممن تشملهم هذه التسوية وتتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية لإطاحة الفرصة أمام جميع المطلوبين للعودة إلى حضن الوطن جاي ما يقولون تعمل تسوية جاي على ما يقولون على البلد جاي من الجزيرة جزيرة دير الزور لكي أعمل تسوية بفضل السيادة الرئيس وعندي بس تخلف للجيش فقط لا غير ما علي أي شيء عمل تسوية علينا أحطيات ونقدم الوطن والحمد لله سيد الرئيس أعطانا تسوية لتنسوي وضعنا أنا سماعت في تسوية بالسورية وأنا الشاب متخلف عن الجيش وأجيت لحتى التحق بالجيش العربي السوري جاي من الجزيرة أعمل تسوية هون اسمعت بالمرسوة تبع سيادة الرئيس وجاي أعمل تسوية ونصح كل الشباب يرجعون أصيب فلسطينيان فجريون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طول كمر بالضفة الغربية وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بلعة غرب المدينة وأطلقت الرصاص باتجاه عمال فلسطينيين ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء أمس باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانها على قطاع غزة المحاصر واستهدفت بالمدفعية ونيراني أسلحتها الرشاشة شاطئ بحر مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع ما أجبر الصيادين الفلسطينيين على الخروج من البحر وتضرر عدد من ممتلكاتهم هذا في وقت اعتقلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية وذكرت وكالة وفاء أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في مدينة البيرة وبلد التقوع في بيت لحم ومخيم قلينديا بالقدس المحتلة بالرغم من الحراب الصيونية تمكن عشرات آلاف الفلسطينيين من الاحتشاد في باحة المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك حيث قدموا من مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل وبالتوازي وبالرغم من تقييد العضو الصيوني وصل آلاف الفلسطينيين إلى كنيسة القيامة في القدس لاحتفال بسبت النور وعيد الفصح مؤكدين أن أصحاب الأرض الحقيقيين لهم الكلمة الفصلة لم يونه الكيان الإسرائيلي انتهاكاته في المسجد الأقصى بل وسعها لتشمل كنيسة القيامة إذ وضع صقفا أعلى لعدد المصلين المسيحيين بلغ ألف مصل من أصل عشرة آلاف كانوا يشاركون في سبت النور ليعود ويرفع عدد المصلين إلى أربعة آلاف بعد انتقادات واحتجاجات واسعة من قادة الكنائس المسيحية حواجز عسكرية في محيط البلدة القديمة قد نصبت باب الجديد أحد الأبواب الأحدى عشر المؤدية منها للكنيسة قد أغلق الانتهاكات لحرمة الكنيسة وفرض القيود على احتفالات مسيحي الشعب الفلسطيني كالعادة لا يوجد لها مبررات الرواية الإعلامية المزعومة للعدو الإسرائيلي لم تنجح في ملامسة العقول في الأقصى فادعاؤهم أن الحشود الكبيرة للمصلين سبب لخلق تزاحم ومن الممكن سقوط ضحايا لا تتقاطع مع الواقع ولسيما أن التزاحم والتدافع كان سببه جنود الاحتلال الذين لم تقتصر انتهاكاتهم للممرات والطرق والساحات المؤدية إلى كنيسة القيامة بل عمدوا إلى اقتحام الكنيسة بطريقة استفزازية وفوضوية هددت سلامة المحتفلين بمراسم سبت النور ومع ذلك تتغاضى الدول الأوروبية عن الانتهاكات الإسرائيلية وتتركز جهود الأمريكية على ممارسة الضغوط والابتزاز للفلسطينيين ازدواجية المعايير الغربية تلك لا تقل خطورة عن الإجراءات الإسرائيلية التي تتطور يوما بعد يوم على الأراضي الفلسطينية والتي تشكل إرهابا يستهدف الوجود الفلسطيني بكل أطيافه ويمس بكل مقدساته دفع الجيش اللبناني بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط منطقة التبانة في مدينة طرابلو واستزامنا مع إطلاق رصاص إثر غرق زورق كان يحمل نحو ستين مهاجرا قبالة السواحل اللبنانية في وقت لاحق أعلن الجيش اللبناني إنقاذ 48 شخصا كانوا على متن قارب غرق قبالة سواحل مدينة طرابلو شمال لبنان مساء السبت وقال بيان صدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني تمكنت القوات البحرية حتى الآن من إنقاذ 48 شخصا من أصل ستين بينهم طفلة متوفية كانوا على متن القارب أثناء محاولتهم الهروب بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص وأوروبا والذي غرق نتيجة تسرب المياه الناجم عن ارتفاع الموج وحمولة القارب الزائدة وأشار البيان إلى توقيف أحد الأشخاص للاشتباه في تورطه في عمليات التهريب فيما بارشت السلطات المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن مراكب الجيش عثرت على ثماني جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار رمتينة قالت وزارة الدفاع الروسية إن العسكريين الروس وبمناسبة حلول عيد الفصح وزعوا أكثر من 160 طن من المساعدات الإنسانية على سكان كوبيانيسك وإزيون بمقاطعة خاركوف ويجري العمل حاليا في المدينة لإعادة تشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية بما في ذلك خطوط نقل تعمل بالطاقة ويتم جلب المياه للسكان في خزناتها قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيموية والبيولوجية التابع على الجيش الروسي إن طائرة دون طيار أوكرانية رمت في الواحد والعشرين من نيسان إبريل حاوية بها أنبولات على القوات الروسية من جانب ثاني أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة ورشاة في مصنع يمد الجيش الأوكراني بالمواد المتفجرة والباروت في مقاطعة دينيروبو بيتروفيسك الشرقي هذا البلد بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو تم تدمير ورشاة في مصنع لإنتاج المتفجرات والباروت للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة بافلوغراد القوات الجوفضائية الروسية استهدفت بصواريخ عالية الدقة تسع منشآت عسكرية أوكرانية منها مقر قيادة لواء في الجيش الأوكراني وأربع نقاط محصنة وأماكن لحشد القوات والآليات القتالية بالإضافة إلى أربعة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق بارفينكوفو ونوفايا ديماتروفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف شرق البلاد عشر طائرات مسيرة أوكرانية دمرت في تسع مناطق على يد قوات الدفاع الجوي الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي حيد 150 قوميا وما يصل إلى أربعين وحدة من المعدات المدرعة والسيارات لأوكرانيا وأصاب مركز قيادة واحد وخمسا وعشرين منطقة تركيز للعدو يعمل خبراء من الوحدة الهندسية لأسطول البحر الأسود الروسي على إزالة المتفجرات بإحدى قرى مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا حسب ما أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية ووفقا لشبكة روسيا اليوم فقد سقطت أعداد كبيرة من المقذوفات مختلفة الأغراض والعيارات في المناطق المأهولة بالسكان في خيرسون نتيجة القصف الذي شنته كتائب القوميين المتطرفين الأوكرانيين لافتة إلى أنه لم ينفجر بعضها لحسن الحظ لكنها لا تزال تمثل خطرا على حياة السكان المحليين وقالت الشبكة الروسية أن المهندسين العسكريين الروس ينطلقون يوميا إلى القرى والبلدات الأوكرانية لإزالة المتفجرات التي يتم اكتشافها بناء على طلبات من أهالي المنطقة حذر رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الفريق أول ميخايل ميزان تسيف من أن نظام كيف يخطط بالتعاون مع الأجهزة الخاصة البريطانية لاستفزاز آخر في ليزي تشانسيك في جمهورية لوغانيسك الشعبية مشابه لما حدث في بوتشا وفيما يزول وزيراء الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكين والويد أوستن العاصمة الأوكرانية كيف للقاء الرئيس الأوكراني لبحث جداوي تسليم شحنات السلاح جدد زيلنسكي دعوته لإجراء مفاوضات مباشرة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معتبرا أنه لا يمكن إيقاف الحرب إلا من قبل من بدأها وفق تعبيره بينما تعلو أصوات النار في أطراف كييف يقيم الرئيس الأوكراني مؤتمره الصحفي تحت الأرض في محطة مترو في أحد ساحات العاصمة مؤتمر بحضور وسائل إعلامية مختلفة تحدث خلاله زيلنسكي عما وصفه بجرائم حرب ترتكب في بلاده دعين المجتمع الغربي لمواصلة إرسال الأسلحة والدعم لأوكرانيا لكن هذا الطلب لن يلغي بالنسبة إليه طلب التفاوض مع الرئيس الروسي وإنهاء الأزمة أعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها لا أخشى لقاء الرئيس الروسي إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين بامتنان ومباركة بالجهود الأمريكية يتبجح زيلنسكي وأكد أن طائرة تقل وزيران خارجية والدفاع الأمريكيين ستحط لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرينية لمناقشة شحنة الأسلحة الأمريكية كل شيء تحسن الأسبوع الماضي الإشارات والرسائل والخطوات والمواعد النهائية والآجال أنا أتحدث عن أسلحة الولايات المتحدة دفعات متتالية من الأسلحة الغربية وصلت الأراضي الأوكرينية في الأوينة الأخيرة كندا وفرنسا أكدتا احتزامهما إرسال مزيد من الأسلحة لكييف لمواجهة القوات الروسية والآن زيارة أمريكية تحمل في جعبتها مزيدا من الخطط العسكرية ولعل هذه الخطط هي محاولات نظام كييف بالتعاون مع الأجهزة الخاصة البريطانية للقيام باستفزاز آخر في ليزيتشانسك في جمهورية لغانسك الشعبية مشابه لما حدث في بوتشا وهو أمر أكده رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الفريق أول ميخايل ميزينتسيف مشيرا إلى أن التقارير الكاذبة من قبل سلطة كييف حول الفضائع المزعومة لروسيا من المقرر نشرها على نطاق واسع في وسائل الأعلام الغربية قريبا فيبدو أن إعلان موسكو نشرها صبريخة سارمة العابرة للقارات بحلول الخريف المقبل قد أربك الغرب ليتحضر لما هو أكثر تصعدا في المرحلة المقبلة أدلى الناخبون الفرنسيون بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها الرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون ورئيسة التجمع الوطني مارين لوبان لاختيار رئيس للبلاد السباق نحو قصر الإليزي يحسم نتيجته الفرنسيون مع انطلاق الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية حيث يتوجه حوالي 48.7 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع لاختيار أحد المرشحين الفائزين في الدورة الأولى وهما إيمانويل ماكرون الرئيس المنتهي تولايته والمرشح عن حزب الجمهورية إلى الأمام والذي نال 27.8 من عدد الأصوات في الدورة الماضية ومرشحة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان والتي حازت على 23.1% من الأصوات فرنسا دخلت فترة الصمت الانتخابي وفيما بدأت عملية الاقتراع في بعض الجزر الفرنسية في أراضي ما وراء البحار وفي انتظار أن يحسم الناخب الفرنسي نتائج الجولة الثانية والأخيرة أظهرت آخر استطلاعات الرأي تقدم الرئيس إيمانويل ماكرون مجدداً بفارق كبير على منافسته لوبان ماكرون يعتبر الأوفر حظاً في هذه الانتخابات على الرغم من الأحداث الهامة التي شهدتها ولايته الأولى ومنها ظاهرة السترات الصفراء كتعبير عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها فرنسا إضافة لأزمة فيروس كورونا وأخرها محاصرته على المستوى الدبلوماسي بسبب فشله في التوسط لوقف التوتر في أوكرانيا ما يعني أنه ليس أفضل ما يمكن اختياره من قبل الفرنسيين لكنه أفضل المتاحين ذلك بسبب تخوفه من اعتلاء يميني متطرف سدة الحكم إذ ما تزال مارين لوبان غير مستساغة بالنسبة لهم ورغم تركيز حملتها على ارتفاع تكاليف المعيشة في السابع أكبر اقتصاد في العالم إلا أن مواقفها العنصرية المتطرفة ما تزال في الحسبان خاصة بعد تحذير ماكرون من أن سياستها ستشمل حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة وإن تحقق فعلا وتسنى لها الفوز فسيحمل ذلك اضطرابا سياسيا كبيرا في فرنسا منصب سعيد الإليزي سيبقى رهنا بصناديق الاقتراع لا بنتائج الاستطلاعات الأولية مهما كانت قريبة من الواقعية فهل سيعود الفرنسيون انتخاب إيمانويل ماكرون لولاية جديدة مدتها خمس سنوات أخرى أم أنهم سيسلمون مفتاح الإليزي إلى لوبان؟ لم يتبقى في نشرتنا إلا تذكير بالعناوين الطوائف المسيحية في سوريا التي تتبع التقويم الشرقي تحتفل بعيد الفصح المجدة تحديا لحراب العدو عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى ومناوشات واعتداءات ومحاولة منع وصول آلاف الفلسطينيين إلى كنيسة القيامة وروسيا تدمر ورشاتا في مصنع يمد الجيش الأوكراني بالمتفجرات وزيلنسكي يطلب مفاوضات مباشرة مع بوتنا نشرتنا انتهت إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر